باين يعني انه الاهلي مع مسيماني حيبقالوه شكل تاني ان شاء الله ومن دمن الحاجات الايجابية برضو استمرار تقالك مروان طبعا مهم جدا وعلى فكرة عودة مروان مروان كل المدربين اجمعوا في اسوأ الفترات اللي بيمر بها مروان على انه هو مهاجم صح يعني مهاجم مية في المية يعني انطبق عليه كل مقومات ومواصفات المهاجم الجايد ممكن بعض الناس تبصلوا على انه فرص ضاعت حاجة مش عارق لكن الكل بيجمع على انه مهاجم جايد ويمكن احنا شفناه برضو في المباراة الاخيرة بيحرز هدفين عندك يعني في مروان مكسب لما يرجع لك بحالته واضح انه فايق يعني لما يرجع فايق انت محتاجه بالزبط يعني هو مروان ان شاء الله لو مش بهذا المستوى اعتقد ان شاء الله باذن الله كمان يبقى مفيد جدا لنادي الاهلي لانه حاس انه فايق والجوني التاني اللي جابه حسيت بالهدوء ساعات لما كانت الضغوط كبيرة على مروان كنت بتحس انه في الثمانتاشر نيرفز يعني عاصب شوية والكورة بتديه منه مش مرقس ابتدى يهد عالكورة وده بان في الجوني التاني وده بيفرق جدا على فكرة في يعني حسن تصرف المهاجم برضو لما يبقى اها دي صحيح بيعرف يعمل ايه جوه التمنتاشر بيعرف يوظف موهبته امكانياته لخدمة فرقته تفتكر ممكن رحيل فيلر يكون شيء ايجابي بالنسبة ل صالح جمعة انه هو ممكن تاني يرجع ويخش القيمة ويقدي مرح او برادة الاخيرة شارك ربع ساعة الاخيرة أنا أقول حدودك ليه لأنه برضو ممكن يعني تغيير المدرب ممكن يكون مدرب بوجهة نظره في صالح جمعة أنه مش هيلعبه غير لما يبقى فت مية في الميل وده ممكن يبقى وجهة نظر نختلف معها شوية ما هو أنت عشان هو يبقى فت لازم يلعب صح ولا غضر لازم يأكل جزء حتى يعني هو عمل معا كده بس كان صالح وزنه زايد قوي وما أخدش الفرصة الكاملة لكن لو ممكن يكون مسماني مقتنع بأن صالح جمعة لعيب كويس شايفه وعارف فبالتالي لما يبتدي دخله إنت حتدخله إمتى في الفريق حتدخله إمتى إذا يعني إنت دلوقتي إنت كسبان دوري وضامن لو معرفتش تستفيد منه صحيح وتوظفه وتدخله وتحاول تستعيده تاني ده مهم جدا يعني استعادة صالح جمعة وإداءه كان يعني قيم لي برضو أداءه أنا شايف إنه هو بالمقارنة وبالنسبة لإنه هو ما بيلعبش خالص أنا شايف إنه من عشكي بقول حيوتك مع الوقت هيجي يعني بس مش هيجي هو بره لازم يبقى موجود ويمكن تغيير فيلر ممكن يبقى في صالحه يعني أنا بقول لك أريت حاجة معرفش مادة صحتها إنه أحمد فاتح نفسه أنا بقول لك الأريتو هو صحيح متعاقد مع بيرامدز وبيكمل الموسم بمنتقى الاحترافية مع الناد الآلي ده حي حاجة يحيي عليها جدا يعني إنما أنا سمعت إنه كمان أحمد فاتحي ابتدى يعني أنا بقول لك اللي تقال ابتدى يفكر أنه ممكن يقعد في الأهلي مع بعد رحيل فيلر مش لأن فيلر وحش معنا هنا مش بنتكلم ممكن يكون موسيماني يتكلم معه ممكن ورد جدا يتكلم معه بشكل ودي ممكن جدا يكون ولعيب برضو كبير ولعيب محتاج خبرة طبعا محتاج إن نادي أو مش نادي إن مدربه يبقى محتاج له يبقى عايزه يعني إحنا بنشوفه معتمد على أحمد فاتحي جدا فأحمد فاتحي كلاعب كبير وخبرة وتاريخي يعني في كرة القدم المصرية وفي النادي الآلي أنا بقول إنه برضو مبسوط الفترة دي ما فيه فرق بين لعيب بيلعب وهو مبسوط مثل بتحس بكده في المال أنا بحس بكده هو أدى مبراه جايدة جدا جدا بك الشمال مع أني كان ساعات بيجي لي بعض التحفزات شكل الأداء وأحمد فاتحي بك الشمال على أداء ولكن مبارح يمكن صنعكوني في شكل هاي وروحه لسه عالية ويحسب له أنه بيلعب هو طبعا هو أصلا مش مركزه طبعا مش مركزه يعني هو لما لعب حتى مع المنتخب في كهاز الأمم الأفريقية لعب لأن كان كوبر بين كان مضطر أن هو يلعبه في التوقيت ده في نقص في اللاعبين فمعنى أنه يبقى عنده لعيب جوكر يلعب ممكن يمشي له مبارا يمشي له مبارتين هو مزنوق معاه عايز حد في المركز ده فطبعا أداءه مش هيكون زي أداء أحمد فاتحي كظاهير أيمن ده حقيقي بس بيؤدي أداء مرد ولما بيلعب سنتر هاف باك بيلعب سرد باك وبيلعب وسط ملعب مدافع وبيلعب باك يعني عنده القدرة على أنه هو يطور أداءه حسب المكان اللي هو فيه أو يؤدي بشكل كويس شكرا لكم